بين الدعوات إلى إقالته والتلويح بعزله تبدو الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مفتوحة على الاحتمالات كافة فواقعة الكابيتول لن تمر كما تشيط تطورات السياسية من دون محاسبة في أوجي أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة واحدا تلو الآخرة يطالب عدد من نواب المعسكر الجمهوري الرئيس الأمريكي بالاستقالة قبل أيام على انتهاء ولايته فبعد عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين بن ساس وليزا موركوفسكي اعتبر السيناتور باتومي أن استقالة ترامب ستكون الحل الأفضل بعد أن غرق في مستوى من الجنون وارتكب أفعالا لا يمكن تصورها ولا تختفر في المعسكر المقابل لا شيء يقف أمام إصرار رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على معاقبة غريمها المرأة المجنونة كما يصفها ترامب أكدت للمشرعين أنهم سيصوتون أولا على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بانز والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة بينما تبدو فرص تطبيق إجراء العزل ضائلة جدا في ظل غياب التوافق على ممارسة خيار التعديل الخامس والعشرين بانتظار الحسم توجهت الأنظار إلى علاقة الرئيس دونالد ترامب بنائبه مايك بانز فبحسب شبكة سي أن أن لم يتحدث طرفان معا منذ اقتحام مبنى الكونغرس فيما أفادت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب غاضب من نائبه لأنه لم ينفذ ما طلبه منه بعرقلة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن ترجمة نانسي قنقر